السلام عليكم اشتركوا في القناة كما تحتوي على حموض العفص قلبيدات البيروليزيدين وفيتامينجيم ومعدن الزينك استعملت حشيشة السعال منذ 2500 سنة على الأقل كدواء للسعال وتدخن كوسيلة لتسهيل عملية التنفس وقد أوصى بها ديسا قوليديس وهو طبيب إغريقي من القرن الميلادي الأول للسعال الجاف وللذين لا يستطيعون التنفس إلا وقوفا إن عشبة السعال عشبة مطرية منقشة للبلغم ومن أشهر الأدوية الأوروبية لعلاج مشكلات الصبر وفي أوروبا تفضل الأوراق على الأزهار التي تحتوي على مقابير أكبر من قلويدات البيروليزيدين السامة ولكن على العكس من ذلك فتفضل الأزهار في الصين على الأوراق تستخدم حشيشة السعال بشكل خاص للسعال التشنجي كما أنها تستخدم ممزوجة مع مسحوق عرق السوس والزعتر الشائع